تكييف قوانين الاتحاد الجزائري لكرة القدم مع قوانين الفيفا عنوان طويل عريض يسبب صدع رأس في هرم الكرة الجزائرية أطراف تصنع الحدث بمسؤولية مختلفة الفاف تصر على التعديل قبل الانتخابات في مارس أما المعارضة فاجتمعت في الحرس القديم واجهتها صادي وقرباج وخلفيتها مهندسهم روراوة الحرس القديم كأنه رح ترجع العصابة قد وتحك سنة ممشو 16 سنة هاي ما تكون شعهدة خمسة سنة يرفضون التعديل فكانت رسالة صادي لوزارة الشباب والرياضة لا تعدلوا نريد العودة سحباش يرجعوا للميدان لقروب اللي خدم كل معارا وراوة لأنما الفضائح اللي داروهم كيناظوا ظهروا للعالم غد وجين رونديفو وذيك ميزافوكا يجوذي ديبوزي بلانت الوزارة التي بدى رأسها خالد ذات يوم مهامه بجملة أخلقت الرياضة لأن أخلقت الرياضة شرط ضروري وجوهري لتطويرها وترقيتها لكنها إلى الآن شاهد ما شفش حاجة الصدام مستمر الفيفا على خط المواجهة رسالة من هيئة أنفانتينو إلى الجزائر هذه تفاصيلها التقينا بوزير الرياضة لفهم كل الأطر المتعلقة بالمراجعة والتي تمت بصفة نهائية وأكملتها بتذكير الفاف لا يمكن أن ننظم أي انتخابات إلا إذا توفرت قوانين جديدة مطابقة لقوانين الفيفا انتظروا الفيفا لم تهدأ فواصلت وجب تذكيركم بأهمية التعديل الجديد للقوانين والذي يسمح بتوفير الديمقراطية واختتمتها بتهديد صريح في حال عدم تكييف قوانين الفاف مع الفيفا سيحال ملف الاتحاد الجزائري على اللجان المختص للفيفا يعني الوزير اليوم اللي معطاش التسريح للإيتيح الجزائري لكورة القدم بشي كيف هذ القوانين يعني أنا السؤال اللي انطرح على نفسه هل يعني الوزير هذا موش واعي ولا استنافون توري ولا حابين ينخبطوه في حيث؟ بين هذا وذاك بل ماضي يخاطب الجميع بلغة صريحة اختلفت الهيئات ومعهم الأشخاص والنهاية الله يستر